صوت الشعب والمدافع عن قضاياه والحامل لمطالبه هذا هو البرلمان في دولة الديمقراطية إلا في العراق يعد البرلمان ناطقاً باسم الأحزاب والميليشيات ومشرعاً للقوانين والمشاريع التي تقف في وجه إرادة الشعب فمنذ تأسيسه على قاعدة العملية السياسية بعد عام 2003 والبرلمان ميدان صراع سياسي وحزبي ومحط غايات ومصالح ضيقة وساحة مناكفات وسوق لتقاسم مقدرات العراق وتوزيعها بين الكتل النافذة مسيرة البرلمان التي تمتد لأكثر من 15 عاماً منذ حكومة المالك الأولى تفتقر لأدنى درجات التخطيط التشريعي وتشهد تخبطاً واضحاً لإقرار المشاريع الصغيرة فضلاً عن الكبيرة فكم من موازنة تأخرت وكم من قانون عطل عندما لا يتناسب مع مزاج التيار السياسي الجارف حتى بات حديث النواب عن فضائح الجلسات البرلمانية أمراً اعتيادياً يومياً ولعل أكثر ما تضرر منه العراقيون على مستوى البرلمان هو إعطاء التمثيل الطائفي الأولوية في كل شيء بعيداً عن كفاءة النائب أو وطنيته فلا الشيعة تستفادوا من نوابهم ولا السنة حصدوا شيئاً ممن يتكلمون باسمهم سوى المتاجرة بقضاياهم في خضم الدعايات الانتخابية وكذلك الأكراد وغيرهم معضلة البرلمان في العراق لا تقتصر على رداءة عمل النواب بل لأن العمل البرلماني مقنن بمسارات العملية السياسية الفاسدة فالسلطة التشريعية والتنفيذية بيد الأحزاب النافذة تمرر ما تشاء وتعطل ما تشاء فأي معنى لديمقراطية إذا كانت سلطة السلاح هي من تفرد سياسة الأمر الواقع